السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انتمنى انكم تكونوا باخر وعلى خير ورقاكم فيديو في احسن الاحوال اليوم ان شاء الله سنشارك معاكم الكاليزوني الايطالي ندوذ المقادر على بركة الله الأول حاجة نوجد العجين الكاليزوني رائع نحتاج قبصة الملح وعندي ثلاثة المعرق الحليب المجفف اعطي واحد المضاق رائع وانحتاج جوج معلقة دي الساندة وعندي واحد المعلقة كبيرة دي الخميرة الخبز خميرة حبيبات وعندي واحد المعلقة كبيرة دي الياغورت بدون سكر هي اللي عندكم كريمات طبخ تقدروا تدير واحد جوج معلق وغن نحتاج لوحد ربعات المعالقة دي الي زيت الزيتون وربع كاس وغن نحتاج الماء الدافئ باش غادي نجمع هاد العجين ان شاء الله وانا انا دي العجين وانا ما شادي نجمع هاد ندلكها وانحاو نجمع العجين وانا دي العجين خاصة تكون الي عندكم العجانة يمكن تدروها في العجانة من الاحسن باش تدلك لينا مزيان وانا غن ندلكها ان شاء الله وانطلاقوا وبتشوفو كيف كتجي وهي العجين دي الي بعد ما دلكتها لمدة واحد عشر دقائق كتجي رائعة غادي نجيب واحد بلاستيك غذائي وغادي نغطيها وغادي نخليها حتى تتخمر وانطلاقوا بشو ندرودها بالحشوة ان شاء الله بالنسبة للحشوة غادي ندير واحد المعالقة كبيرة دي الزيت وغادي ندير واحد المعالقة دي الزبدة وعندي قطع دي الدجاج من صدر الدجاج وانشحرهم شوية وغادي نزيد معهم حتى البصلة مشنضة هك شرائح طويلة هنحاول انشحرهم شوية وغادي ندير عندي هنا الفلفلة الوان مقطعة ما كان كتر شفلة بزاف بجي جيني ذك ذك صدر الدجاج الكبين بالنسبة للعطرية اللي غادي ندير فيها عندي هنا يا عطرية الدجاج وعندي عطرية دي الشوارمة وغادي ندير واحد شوية دي الملح هاد التوابرة كي يتوتوا معها رائعين وغادي ندير شوية دي الابزارة او الفلفل اسود وغادي ندير شامبينيون كيف ما كتلاحظو هوا كيعطي واحد طعم رائع نحاول نحركو شوية في حلاكة وغادي نجيب دك الياغورت اللي بقى ليمنوه الياغورت طبيعي درت منوه في العجين وبقى ليو حجو جمعال غا نديروهم على الحشوة ايه كيف ما قلت لكم لعندكم كريمة الطبخ انا ما متوفره اش عندي راني درت على الياغورت طبيعي لعندكم كريمة الطبخ ديروها غادي روح شوية دي الزعتر ترزع تركيت وتمعها رائع غادي نشحرم شوية وغادي نغطي عليهم ونخليهم حتي طيبا هوا مبعد ما طابوا ونشفت لي الحشوة كيف ما كتشوفوا هنا نخليها تبرد وندوز بشكل العجين هاي العجين ديالي بعدما خمرات وضعف الحجم ديالها انا راني مسحها سطح العمل غا نحطها فوق سطح العمل كيف كتشوفوا العجين كتكون رائعة غادي نحاول نستعن بوحد شوية دقيق وغا ندير كوايرات على هدي الحجم غا نشكلهم وغادي نغطي بوحد المنديل ودوزه باش نطلقوهم ان شاء الله انا بعدما غطيت هذو الكويرات جبت واحد الكورة بديت كنصرح بها بها الطريقة نحاولو نصرحوها بشكل طولي نزيد واحد شوية دقيق باش يحتك تلتاسق نحاولو نصرحوها بشكل طولي هكا والسمك ديالها كيف كتشي رخصة جي شوية رقيقة كندير لصوص طومات انا عندي صوص ديال بيزا ثم تقدروا تدير صوص طومات ديال الطار وكندير ديك الحوشوة كيف ما كتلاحظوا ونديروا حشوية الزيتون السود مقطع وعندي الفبرومج والموزاري اللي نخلطين هنديرهم من الفوق كيف كتشوفوا هتشوفوا الطريقة وغادي نسد عليها بهذا الطريقة حاولو نضغطو عليها مزيان باش ما تتحلش نضغطو علي شوية من الفوق نجيب واحد الفورشات نتقبها باش نخرج لنها داك الهوا ونديرها في اللاطة اللي عندي اللي غا تدخل الفورن هنعود معاكم واحدة اخرى رس تطقوني راه كتشي بنينة بزاف وكتشي رائعة وبنفس الطريقة اللي درناها في الاول انتم كيف كتلاحظوا ندير ذلك الحشوة هذه الحشوة راكت جيب بنينة تقدر تاكلوا عيها كا وندير الزيتونك حالته وتيعطيها واحد لما ضقوا منظر رائع حاولوا تديروا شوية حتى الكمية لبأسة بها ديال الفرماج من داخل ومتظر الله حاولوا تضغطو عليها جيدا باش ما يخرشنا داك الفرماج ندير واحد توقوب باش نخرجوا داك الهواء اللي فيها نبقوا من الصمر راح تنسى يوقع الكمية ومبعد مساليتهم غلنا اخد ديك سوس طومات وغندهنهم من الفوق راكي يعطيه واحد اللون ومذاق رائع انتم كيف ما كتلاحظوا وغادي ندير على الفرماج حمر والموزاريلا من الفوق ولا غيل الموزاريلا ولا داك الشي اللي عندكم وانا رادي نحاول ندير فيه شوية البافو من الفوق اختياري وندخل الفرن ونطلقه ان شاء الله مع الشكل نهائي وهذا هو الشكل نهائي ديال الكاليزوني الايطالي ديالنا اللي كيجي شكلا ومضاقا كيجي رائع جدا نتمنىكم انكم تجربوه واكيد ايلا جربتو غادي يعجبكم انا غنقطع معكم واحد الوحدة كيف كتجي كتجي رائعة راه بقي سخون حاول نحل معكم واحد الوحدة انتو كيجي هائل راه بقي سخون هالو اشكلو كيف كيجي من الداخل نتمنى انه هنا الاعجاب ديالكم ولا اعجبكم ما تبخلوش عليها باللايك والاشتراك والدعم للقناة وبصحة والرحاة الى فيديو القادم ان شاء الله